ايه بقى اللي بيحصل في التراجي التونسي بعد الخسارة الكبيرة امام النادي الاهلي بسلسية نظيفة في رادس امس تعال اقول لكم كل التفاصيل بما فيها رحيل نبيل معلول المدير الفني للفريق بحسب قراره اليوم بالاستقارة تعالوا نشوف اولا انتقادات جماهيرية ونجوم سابقين شنت جماهير التراجي هجوما عنيفا على لعاب الفريق والجهاز الفني بقرارة الكابت النبيل معلول حيث طالتهم سهام النجد بشكل قوم من خلال تعليقات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي واجمعت على ان نبيل معلول هو سبب الخسارة الكبيرة لفريقهم في المباراة بعد المباراة وجه طارق دياب اسطورة الدراجي والكرة التونسية الاسبك هجوما كبيرا على الفريق الكامل وخصوصا الادارة والجهاز الفني واكد ان الهزيمة امام الاهلي بهذه النتيجة فضيحة كبيرة لافتا الى انهم اضروا بسمعة التراجي ويجب على الادارة ان تستقيل موضحا ان الفريق الحالي هو اضعف نسخة للتراجي في افريقيا كما هاجم نبيل معلول وقال ان التراجي هو الذي احيى هذا المدرب ومنحه فرصة التقلق وكواهد فريق كبير ومنتخب تونس بعد ذلك مضيفا هذا المدرب اللي هو نبيل معلول اساء للتراجي ولابد من مغادرته للنادي سليم شايبوب رئيس التراجي السابق كان لها ايضا تصريحات قال فيها ان النادي يبدو كالرجل المريض ويجب التروي في تشخيص حالته ولكن في نفس الوقت ليست نهاية العالم عدم الفوز بالالقاب في الموسم الحالي الا ان الامر يتطلب قرارات صارمة من الادارة لبناء فريق قوي للمستقبل صباح السبت وبعد ساعات من المطالبات برحيله اعلن نبيل معلول رسميا استقالته من تدريب التراجي ببيان نشراء على صفحاته على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اكد خلاله انه يتفهم حزن وغضب الجماهير وانه يعتزل لهم عن الخسارة امام الاهلي وانه قرر الانسحاب وتقديم استقالته تغليبا لمصلحة التراجي جما دعا الجماهير لمواصلة الوقوف خلف النادي من الاسماء المدربين المحترمين جدا كابت النبيل معلول بعد ساعات من استقالة نبيل معلول كشفت صحيفة الصباح التونسية عن استقرار حمدي المادة برئيس نادي التراجي على تعيين المدرب مجد تراوي مديرا فنيا للفريق كنوا يعلم كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين وانه ليس هناك مساحة من الوقت للبحث عن مدرب اخر في نفس التوقيت خرجت بعد التقارير الصحفية بعد هزيمة التراجي اكد ان الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق السابق واجاكسيو الفرنسي الحالي سيكون اولى التدعمات الصيفية للفريق حيث قام حمدي المادة برئيس نادي بالاتفاق معه على العودة مرة اخرى واحد من عناصر المهمة طبعا جدا يوسف البلايلي يعني اشتركوا في القناة